وينضم إلينا من بورقة شمال غرب نابلس مراسل الغد خالد بدير خالد كيف يبدو الوضع لديك الآن؟ لازالت المواجهات مستمرة حتى هذه اللحظة على مدخل بلدة بورقة بترقب بالتأكيد للساعات القادمة لدعوات استيطانية لاقتحام مستوطنة حومش المخلو منذ العام 2005 يسمع في هذه اللحظات استمرار إطلاق القنابل الغازية بصورة كثيفة تجاه الأحياء السكنية الهلال الأحمر الفلسطيني أكد لنا ارتفاع حصيلة الإصابات في المواجهات التي اندلعت منذ الساعات الأولى لمساء هذا اليوم وحتى هذه اللحظة إلى 88 إصابة بينها 85 إصابة بالاختناق وإثنين بالحروق وإصابة لشاب نتيجة السقوط أثناء القمع من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي أغلق مدخل القرية الغربي وكذلك أغلق طريق دير شرف باتجاه سباستيا من خلال إغلاق البوابة الحديدية الأهالي لا زالوا يتجمهرون على مدخل البلدة وترقب في الأحياء السكنية تحديدا تلك المتاخمة للبؤرة الاستيطانية بالقرب طبعا من الطريق الرئيسي الرابط بين مدينتي نابلس وكذلك مدينة جينين وهناك خشية من أن عملية دخول المستوطنين هذه الليلة تحمل في طياتها مسارين المسار الأول لإعادة بناء البؤرة الاستيطانية ومحاولة الضغط على الحكومة الإسرائيلية بهذا الاتجاه لتعزيز الاستيطان والمسار الثاني لعملية استغلال العملية التي وقعت قبل أسبوعين وقتل بها مستوطن لتنفيذ اعتداءات واسعة تشمل المناطق والمنازل الفلسطينية التي تشهد تكاتفا من قبل القرى والبلدات المحيطة لمحاولة صد الاعتداءات خلال الساعات القادمة في حال قرر المستوطنون شنها باتجاه الأحياء السكنية هنا في بلدة برقة شكرا لك خالد بدير مراسل الغد كنت معنا من برقة شمال غرب نابلوس على كل هذه المعلومات شكرا لك